أكو ملاحظات على هذه الجهات لأن القائمين على هذه الجهات ما عندهم القدرة والكفاءة في الإنجاز ما عندهم الإرادة في توجيه هذه الجهات بحيث تخدم الخطة العامة للدولة بحيث تساعد على التنمية بحيث تساعد على توظيف الكويتين في هذه الجهات بل من أحد الملاحظات أن أكثر الجهات هذه متجهة في تعيين غير الكويتين وموجود بالنص أن يعتقدون أن الكويتين غير قادرين في التقرير مكتوب هذه الجهات تقول أن الكويتين غير قادرين على إنجاز العمل وما عندهم إخلاص في أداء واجباتهم هل نعطي ثقة في القائمين على هذه الجهات اللي يقولون عن الكويتين مهم قادرين في الإنجاز وما عندهم قدرة على أداء بالعمل والوافد وغير كويتي أفضل بالتعيين من الكويتين هذه الجهات والقائمين عليها من خلال هذه التقارير إذا كان عندنا حكومة لا يستحقون البقاء في مقاعدهم لأنه يعملون لمصالحهم الخاصة بعيداً عن المصلحة العامة بعيداً عن إصلاح الحكومة في الإصلاح هذه الشركات في النهاية أنا أعتقد الملايين اللي قاعدت تصرف كأنها هي شركات خاصة للقائمين عليها لا يتقيدون في ملاحظات ديوان الخدمة المدنية لا يتقيدون في ملاحظات المدقق الداخلي لا يتقيدون في ملاحظات لجنة الميزانيات والحسابات الختامية لا يتقيدون في ملاحظات الحكومة والوزراء المسؤولين هذه الجهات أنا أعتقد فقط جهات صرف على منافع شخصية لا أكثر ولا أقل